خلينا نروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد فريق كرة اليد الرجال في نادي الأهلي بقيادة مستر ديفيد ديفيد كان عندنا مباراة مهمة مبارح على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقار نادي الأهلي بالجزيرة ضد نادي سبورتين حقيقة انتهت المباراة بالفوز ليستكمل فريقنا سلسلة فوزه هذا الموسم والأداء الرائع اللي بيقديه طول الموسم يمكن المباراة انتهت مبارح بنتيجة 31-24 في فوز كبير على نادي سبورتينج الفريق الكبير في كرة اليد وده في الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدور المحترفين الموسم اللي احنا فيه الماتش طبعا انتهى شوطه الأول بتقدم النادي الأهلي 16-12 بس للأسف من ضمن دعم احنا دايما بنبقى مهم جدا فوز النادي الأهلي ولكن بنفس الأهمية بيكون سلامة اللعبين ولكن من برحل أسف تغرقنا خبر يعني مش كويس ياسر سيف لعب دايرتنا تعرض لخطة أو كادمة كبيرة في الأنف نتج عنها كسر في الأنف والحقيقة هيغيب حوالي شهر أو يمكن أكتر عن الملاعب وموضوع كسر الأنف ده متكرر بصفة كبيرة أو بصفة مستمرة ودورية في كرة اليد نتيجة التحامات القوية ومقابلات الدفاع الشديدة ألف سلام عليك يا ياسر إن شاء الله بسيطة يحصل رد يعني إن شاء الله للأنف وبيقعد بعدها فترة طويلة جدا طبعا ممكن يتمرن عادي يجري ويشوت ويصاوب كل حاجة ولكن ما فيش التحامات لأنه طبعا معرض أن بيبقى في الأول ممكن تتكرر أو تعود الإصابة إن شاء الله يكون حاجة بسيطة الحمد لله ويرجع بسرعة من شهر لشهر ونص يعني من أربع لست أسابيع على حسب الاستجابة فرقنا حتى الآن هو متصدر البطولة أو بطولة التمهيد برسيد 26 نقطة ده بفارق ثلاث نقاط عن المنافس التقليدي وهنادي الزمالك طبعا كل الكلام ده كويس ولكن النظام البطولة هتوصل لنهاية البطولة دي أو دورة مجمعة تانية أو المرحلة التانية هتترتب الفرق الأول والتاني هيلعبوا بعض على الدهب بستوف تري تلات مباريات الأفضل في ثلاث مباريات والتات والرابع هيلعبوا بعض على البرونز في ثلاث مباريات طبعا النظام مش عادل بالمرة ونبدأ نقول الكلام ده لأنه ما ينفعش أنا طول السنة ماشي أول طول السنة بكسب وتحسم البطولة في ثلاث مباريات قد أكون مش موافق في فترة من الفترات فيهم أو ده دروب للفرق وعندي إصابات ومخسر البطولة نتمنى إن شاء الله يكون فيه يعني نظام أكتر من كده عادل بحيث أنه يدي الحقية أو يدي الأفضلية للي شغال طول السنة ماشي لشغال آخر شهر أو آخر شهر ونصف طيب الجولة التانية تمنى أو اللي جاية هكون مع ناديه اليوبلس إن شاء الله على صالة ناديه اليوبلس في الشروق ونتمنى الفوز ناديه اليوبلس على ما لعبه فرقة صعبة ماتش صعب ودايما بيشدوا معانا بشكل كبير نتمنى إن شاء الله يوم الثلاث القادم يكون الفوز ومباراة تلعب الساعة 7 بإذن الله على صالة الشروق زي ما قلت الحضرق